بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فإن عقد الزواج عقد يباركه الله سبحانه وتعالى ويحب بقاءه ويكره فسخه إلا لضرورة ولأجل ذلك سماه ربنا سبحانه وتعالى الميثاق الغليظ قال تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا الشرع الشريف وضع للزواج نظاما فريدا تتلاشى أمامه كل النظم البشرية هذا النظام يحقق دوام العلاقة الزوجية ويؤكد على استقرارها ويؤسس لمزيد من الطمأنينة والراحة والمودة والسكون هذا النظام نجده في قول ربنا سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إذا كان القرآن الكريم هو الميثاق الأعظم وهو الخطاب الإلهي الأفخم قد جعله ربنا سبحانه وتعالى حبلا ممدودا بين السماء والأرض من أراد منا أن يكون موصولا به سبحانه وتعالى موصوفا بالفهم عنه عز وجل فليقبل على القرآن الكريم تلاوة وفهما وتطبيقا تعالوا نقبل معا على هذه الآية القرآنية الكريمة نستخرج منها كنوزها التي أودعها ربنا عز وجل حيث وضع الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة عناصر ثلاثة لاستبقاء واستقرار العلاقة الزوجية بين الزوجين العنصر الأول يقول ربنا سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها هذا هو العنصر الأول السكن وليس المقصود بالسكن هنا السكن الجسدي بل إن المقصود هنا السكن الروحي السكن الوجداني السكن الذي يجد فيه كل من الزوجين أنسا بالآخر يلجأ كل من الزوجين إلى الآخر يجد الحكمة والسكينة والبصيرة كل منهما عند الآخر هذا السكن الذي يولد فيما بعد طمأنينة وراحة بين الزوجين انظروا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلاقته بزوجته مثلا السيدة خديجة التي كانت تتسم بنبل الأخلاق والقيم والكمال في هذه الأخلاق كانت تهون المصاعب على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تهون الشدائد التي يتلقاها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت السيدة خديجة تستقبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثقافة الابتسامة كانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها تمتلك الحكمة والبصيرة في التعامل مع سيدنا رسول الله كانت دائما تذكره بما زينه ربه عز وجل من القيم وأنه كان يحسن في إدارة الأزمات والمشاكل وأنه صلى الله عليه وسلم كان واصلا لرحمه وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم بإكرام الضيف إلى غير ذلك من الأمور هذه الأمور التي من شأنها أن تهون الشدائد وأن تهون المصاعب التي كان يجدها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقق السكن بين الزوجين فالسكن إذن هو سكن روحي سكن نفسي سكن وجداني سكن المشاعر الذي يجد فيه كل من الزوجين حياة طيبة هانئة مستقرة لذلك نجد هذا التصرف النبيل من السيدة خديجة تجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ما اهتزت هذه المرحلة مرحلة السكن ننتقل إلى المرحلة الثانية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة العنصر الثاني هو المودة العنصر الأول هو السكن إذا اهتز هذا العنصر فلننتقل إلى العنصر الثاني من وسائل استبقاء واستمرار ودوام العلاقة الزوجية وهو المودة والمودة غير المحبة المحبة سلوك نفسي المحبة مشاعر داخلية أما المودة فهي ترجمة لهذا السلوك النفسي هو سلوك عملي المودة ترجمة لهذه المشاعر الداخلية نجد هذه الترجمة في قول أو في فعل أو تصرف أو سلوك أو تعبير أو حركة وهكذا السيدة عائشة كانت تصف لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل بيته في مكان راحته صلى الله عليه وسلم وأنه كان متعاونا مع زوجته وأنه كان دائما ينصت إليها ويستمع إليها وأنها ما كانت تجد ضجرا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ضيقا لطول حديث أو طول تصرف بل كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يبحث عن كل سبيل من خلاله يدخل السرور على قلب زوجته إذن هذه المودة المودة ترجمة للمحبة الداخلية المحبة سلوك داخلي أما المودة فهي سلوك عملي لهذه المودة إذن هذا عنصر ثاني فإذا اهتز هذا العنصر فننتقل إلى العنصر الثالث ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة العنصر الثالث هو الرحمة إذا اهتزت مرحلة المودة فهنا ننتقل إلى هذه الرحمة إذا لم يستطع أحد من الزوجين أن يقوم بواجبه فعلى كل من الزوجين هنا أن يرحم ضعفه وأن يرحم ما وصل إليه لدوام واستبقاء العلاقة الزوجية إذن عقد الزواج عقد يحبه الله يباركه الله يكره فسخه إلا لضرورة وضع له نظاما فريدا هذا النظام يؤسس لعلاقة زوجية باقية ومستمرة وهانئة ومطمئنة هذه العلاقة تكمن في هذه العناصر الثلاثة السكن المودة الرحمة نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم